لقد مر عقد من الزمن على الأزمة السورية التي بدأت بانتفاضة سلمية وتحولت إلى كارثة إنسانية بسبب الحرب التي شنها النظام على شعبه والقوة المسلحة المتطرفة التي استغلت ذلك ويحمل استمرار الأزمة مخاطر كبيرة على سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب لا يجوز إهمال القضية السورية ولا إدارة المجتمع الدولي ظهره لمعاناة الشعب السوري مثل ما حصل مؤخراً إبان قصف مدينة درعا وغيرها وقد يأتي يوم نتذكر فيه هذا الإهمال لمعاناة البشر من الظلم بأسف شديد يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاي هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقاً لإعلان جنيف واحد وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها اشتركوا في القناة